اشتركوا في القناة ايه رح نبدأ بتسجيل توقعات اسبوعية وتوقعات شهرية باذن الله تعالى ورح نرجع لتوقعات القديمة بس انه شهر رمضان يعني شوي رح يكون للعبادة وهذا فرح نظن على نفس النسق بالنسبة التوقعات اليومية زي ما انتم تعودين عليها هيك بعد رمضان باذن الله تعالى نبدأ بحلة جديدة باذن الله تعالى خلينا نروع لتوقعات بدون ما نكثر اكثر رضي ان شاء الله تعالى طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الاحد 11 نيسان القمر استقر الان في برج الحمل اه هو في منزلة الشرطين الان اللي هي موعد بث الحلقة وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد هي جيدة لعلاج الاسنان والعمليات الصغرى تقليم الاضافر حلاقة الشعر ورح يمكت فيها القمر لغاية الساعة خمسة ونص تقريبا صباحا بتوقيت جرينيش 25 دقيقة بتوقيت جرينيش من صباح يوم الاحد بعدها بنتقل القمر لمنزلة البطين وهي جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر موجود بالحمل وتأثيره لما بكون موجود بالحمل على جميع الابراج فهي الفترة منشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون اكثر تصميما واكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل اننا نتسرع بتصرفاتنا وممكن نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك وادخال تعديل على قصة الشعر واقامة حفل ما اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاليوم عنا زاويتين وهو الزاويتين ايجابيات الزاوية الاولى تسديس ايجابية بين القمر وبين زحل وهي راح تكون الساعة ستة صباحا بتوقيت غرينيج بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز عنا الحسب المسئولية اكثر اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران ايجابية راح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون في تمام ساعة ثمانية وخمس واربعين دقيقة صباحا نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة لخلو المسار القادم فهو راح يكون يوم الاثنين اتناش اربعة راح يبدأ في تمام الساعة اتناش وست دقائق ضخرا بتوقيت غرينيج ورح يستمر حتى تمام الساعة خمسة وثلاثة واربعين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الثور اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال ثمانية وعشرين يوم في تمام الساعة ثلاثة وست دقائق صباحا بصير تسعة وعشرين يوم نسبة الاضاءة اثنين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب الشمس في الحمل حتى يوم تسعة عشر اربعة ايه تسعة عشر اربعة مزبوط سعيدة بنسبة مية في المية اما بالنسبة للقمر في الحمل حتى يوم اتناش اربعة فهو سعيد بنسبة برضو مية في المية عطارد في الحمل حتى يوم تسعة عشر اربعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الحمل حتى يوم اربعة عشر اربعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم 23-4 سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن اليوم تسمع جواب كنت بتنتظره أهم شيء أنك تتحرك وما تنتظر أنها تتيجيك الفرصة لعندك حاول أنك أنت تذهب بحث عنها وما تضيع الوقت الفترة هاي ممتازة لكل شيء وحتى هي ممكن تستغلها لبداية جديدة في حياتك برج الثور يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم ابتهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وممكن تشعر ببعض الخيبة بتظهر هاي الفترة خلافات أو التباسات طباعك متقلبة ومزاجك متعكر أهم شيء أنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لآخر اليوم فحاول نتمشي اليوم بشكل روتيني بدون أي شيء جديد برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة ممكن اليوم تعبر عن آراءك بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف لمد يد العون للزملاء برج السرطان بتظل الفرصة متاحة لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على إنجازاته القائمة أهم شيء أنك اليوم تبرر كلامك وتوضحه بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لا اتصال بأحدهم بتكون ظروف داعمة لأفكارك وممكن اليوم تهتم لبعض الاتصالات والمشهورات لا تكون مهمل ولا تترك انطباعات سلبية عنك برج الأسد اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد بيكون اليوم مناسب لاجتياز امتحان أو لإجراء مقابلة حاول إنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة للبحث عن مواضيع جديدة ولاختبار تجارب مختلفة اليوم بتشعر بالاعتزاز والفخر أهم شيء إنك ما تستسلم وما ترضخ للشروط أو لشروط ما بتناسبك حاول اليوم تناقش بمنطق برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفهم لأوضاع الآخرين ولا أراءهم اتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي قد ما بتقدر برج الميزان بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بتكون الواجبات أو بتكثر الواجبات عندكم وممكن إنها تتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر من التراجع الصحي ما في أي خوف عليك إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات اتجنب المشاكل ومحاول إنك ما تتسلط على حد برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل اليوم ممكن تجدوا تعاون من الزملاء نضموا جدول غذائكم وخذوا قصة من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا ما بيعني إن المرحلة رح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال إرشادات مهما كانت بسيطة حاذر من المشاكل الصحية برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم تعزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة للحصول على تسوي وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتكم اليوم متنوعة وثقتكم بأنفسكم عالية وقدرتكم على استيعاب الأمور أيضا ممتازة جدا يعني بمعنى آخر هاي فترة إيجابية فحاول إنك تستغلها برج الجديد بترغبوا اليوم في إدخال تعديل على مساكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة بتحتاج المسائل الخاصة والعائلية للمناقشة بدون مشاكل اليوم ممكن تظهر بعض الضغوط أو المتاعب أو المعاكسات العائلية أو البيتية بتتعرض لمحاسبة وربما لتحديات أو استفزازات حاول تمسك أعصابك قدر الإمكان برضو اليوم في إهتمام عائلة في مسألة ما برج الدلو بتنشطوا اليوم في مسائل إلها علاقة بالسفر القصير أي بين المدن والاتصالات بكافة أنواعها ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هذه الفترة مناسبة لتقديم امتحان أو للمشاركة في المؤتمرات والندوات اليوم بتنجح بطرح موضوع حساس وبتقدم على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب وممكن يكون فيه تعامل ما بينكم وبين أخ أو جار برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية اليوم ممكن تقدم أو تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية أهم شنك تعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن المخالفات مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة يعني مكان القمر جاي في منطقة حساسة ولكن برضو هو بركز على الأمور المالية وممكن يكون فيه اليوم مكاسب غير متوقعة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة